اهلا ومرحبا بكم متابعي وذوار قناة اندر معلوميات يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة حبيت تقدم لحضراتكم حلقة مهمة جدا ناس كتير تكلمتني من خلال الكومنتات ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك طلبت مني ان انا اقدم لحضراتكم طريقة ازاي انك انت تنذل قنوات ديش طبعا تقدر تعمل من خلال البحث تقدر انك انت من خلال الحلقة تتعلم معايا لو انت مشتري ريسيفر لسه جديد وحابب تنذل عليه القنوات او القنوات اللي عندنا حضرتك اه اترادت بتاعها تغير تقدر تتابع معايا الشرح ان شاء الله وهتوعلمك طريقة ازاي انك انت تقدر تنذل كل القنوات حتى لو قنوات اتقفلت عندك او من خلال ريسيفر هعلمك ان شاء الله النهاردة ازاي انك انت تنذل الترددات الجديدة هتعمل ان شاء الله بحث من خلال من خلال ان شاء الله وان شاء الله هتلذل معايا كل القنوات الحديثة وان شاء الله الشرح بسيط بس برجاة من حضراتكم تتابعوا الفيديو من اول واخر وعشان خاطر تستفاد بكل معلومة انا حاب اوصلها حضرتك الناس اللي هي جديدة او مرة تشاهد الفيديو ياريت تدخل وتشترك في القناة وتفعل ذلك الجرس محتاج ان حضرتك تحضر فيديو من اول الاخر عشان خاطر تفهم انا حابب اوصل لك ايه عشان تبقى فاهم انا بعمل ايه محتاج من حضرتكم لايكات كتير عشان خاطر اقدر اقدم لحضرتكم فيديوهات تاني ان شاء الله اه لو في اي سؤال او استفسار تقدر تكلمني من خلال رابط صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي هتلاقي رابط صفحتنا موجود في صندوق الوصف تقدر اتكلمونا واحنا تحت عمركم او من خلال التعليقات في القناة بتاعتنا واحنا ان شاء الله هرد على حضراتكم فيها رابط طبعا عشان ما نطورش في وقت الفيديو على حضراتكم يا شباب نتجه الى الشاشة والريسيفر طبعا اول ما هشتقي ريسيفر جديد هتلاقي بالشكل ده الشكل اللي انتو شايفينه قدام حضراتكم طبعا نتاكد ازاي يا شباب انه ريسيفر شغال معنا او لا طبعا لو احنا نراحز هنا على العدسات هنلاقي اربعة صفار معنى كده انه ريسيفر كأنه لسه جديد او ريسيفر لسه عمله عادل ضبط مصنع او او مسح كل الكنوات اللي عليك عشان خاطر تنذل من اول وجديد طبعا احنا شرحنا كل الكلام ده هتلاقوا حلقة اا ازاي انك انت تمسح الكنوات هتلاقوها في صندوق الوصف وهتلاقوا كمان حلقة ازاي انك انت تعمل عادل ضبط المصنع اا من خلال الريسيفر لو حبيت تعمل عادل ضبط المصنع هتلاقوا كل الروابط دي موجودة في صندوق الوصف تقدر تطلع عليها تدخل في صندوق الوصف تقدر تطلع عليها اكيد هتهم حضراتكم وهتفيدكم جدا للناس اللي هي مهتمة بالعمل طبعا شباش همتوش فقط الفيديو على حضراتكم طبعا احنا عندنا الرمود بالشكل ده دايما انتم شايفين قدام حضراتكم كلنا عارفين الرمود بتاع رمودة بسيبر كلنا هعمله هدوس على الضرار ده شباب هو الضرار ده كلنا هعمله دست عليه بعد كده يا شباب هنختار اول خيار ترتيب القانوات طبعا احنا احنا شرحنا الكلام ده قبل كده ما فيش اي مشاكل بعد كده يا شباب هميجي على التركيب هنختار كلمة التركيب هنا يا شباب عندنا عدلات الطبع عدلات المطرة المطور كلمة الاقمار الصناعية وكلمة الترددات قبلا الكلام ده احنا ما يهمنا الزواتي الي همونا ايو يا شباب بيهمنها قيمة الاقمار الصناعية يبدو احنا هندخل يا شباب على التركيب الهو تالت خيار وهنختار منه قائمة الاقمار الصناعية هندوس عليها اوكي هندوس عليها اوكيut هتظهر لنا بالشكل ده اللي انتو شايفين قدام حضراتكم ده طبعا ايه يا شباب ايه المكتوب معي بيقولك قيامة الاقمار الصناعية بيقولك هنا لو احنا نراحب جايب لي كل الاقمار الموجودة طبعا احنا متوفر عندنا في مصر انها الساد فقط مفيش اي حاجة تاني بتفتح معنا بالنسبة للناس العيشة في مصر بس بالنسبة للناس العيشة في الخارج اكيد في امار هتبقى شغالة معها تاني بس الاسف ان احنا المتاح عندنا حاليا في مصر اللي هو النايل ساد فقط فاحنا ان شاء الله النهاردة هيكون بحثنا من خلال النايل ساد طبعا عندنا يا شباب اول ما هنجيب القيمة بالشكل ده طبعا هنا بقولك الحذف لو انت حابب تحذف امر من دول طبعا احنا عندنا مدموعة يا شباب اهو لو احنا نلاحظ اهو عندنا اربعة وتمانين جمر تمام يعني نقدر نبحث طبعا لو انت في مصر قلت لي انا هاختار اي امر من دول وهبحث من خلاله عشان انذر قنات بتاعته اكيد مش هشتغل معنا يا شباب لان احنا المتوفر علي زي ما احنا كلنا عارفين اللي هو القمر الاول اللي هو النايل ساد طبعا يا شباب طبعا هنتأكد يا شباب انه القوة الاشارة وجودة الاشارة انه عالية جدا يعني بالنسبة عني سبعة وسبعين قوة الاشارة واحد وسبعين جودة الاشارة يعني بصراحة يعني الطبق معنا كده ان هو شغال فوق فانو لما باجي ببحث عن القنوات يعني اه ببقى فاهم انه عندي الدش اه مساحة كل القنوات اللي عليه او اتفارمت من عندي او لسه جايبه جديد فاحنا هنتابع الخطوة دي ان شاء الله مع بعضينا طبعا عندك هنا حذف وعندك اضافة وعندك تعديل وعندك بعض طبعا لو انت حابب تحذف امر من دور الحاجة هتختار حذف وتختار الاحمر طبعا عندنا في الرمود هنا اف واحد و اف اتنين و اف تلاتة و اف اربعة بالالوان اللي هي مجولة من تحت عندنا احمر و اخضر و اصفر و اذرق طبعا من الخيارات دي يا شباب هنشوف اللون البرتقاني و هنختار مسأل اللون البرتقاني او الاذرق اهويت يا شباب مجولة عندنا في الرمود طبعا شباب يعني دي قائمة الاقمار تمام القائمة دي محدش رعب فيها محدش جنبها اه المفروض ان احنا نسبة لي مهية كلا كل احنا هنعملها شباب دلوقتي اهنا محتاج ان انا ابحث هدوس على كلمة بح اللي هي معي باللون الاذرق ما هشوف اول اضرار اللون الاذرق في الرمود هدوس على اف اربعة اللي هو معي باللون الاذرق اهو يا شباب قدام حضراتكم في الكاميرا هدوس عليه طبعا انا اول حاجة او بلي من ادوس على اي حاجة اول ما اجاب لي القائمة هنا الاقمار كل انا هعمله وقفت قدام النيسات اللي هو معي اول امر وبعد كده هدوس كلمة اوكي كده علمت عليه فو يا شباب لو احنا نلاحظ انها في علامة صح هيتعملت وبعد كده هدوس على الذر مفتاح الاذرق عندي هدوس عليه اهو كده اهو بولي قامر صناعي قابل الرسالة دي او ما انا دسته عليه بولي قامر صناعي اعداد مسبق طريقة لا مجاني الكل تبذيو الراديو لا بحث الشبكة اه اه الغاء بحث طبعا انا هقول له كلمة بحث كده عشان خاطر يبحث وينذل لي كل الكنوات اللي هي تغير الترددات بتاعتها او طبعا هما دست شباب بحث كده هيجب لي كل الكنوات الموجودة عندي كل الكنوات اللي اتقفلت عندي مثلا او الكنوات اللي هي لسه نذة جديد او التردد بتاعها تغير فان شاء الله النهاردة هينذلها لي وهيجب لي كل الكنوات اللي هي موجودة طبعا يا شباب عندي هنا بحث اعدادات مسبق عندي هنا شباب لو احنا نراحظ هنا اسامي القنوات اللي هو هينذلها لي طبعا لو احنا نلاحظ انه فيه كانوات كانت مغفولة عندنا والحمد لله بطريقة النهاردة ان شاء الله اتفتحت معنا وكله يعني كل الكنوات اللي هي كانت متقفلة كلها اشتغلت طبعا عندنا هنا شباب اه الراديو كل الكنوات الراديو موجودة مفيش اي مشاكل كلها نذلت لو احنا نراحظ يا شباب عشان نعرف انه احنا ماشي صحة ولا لا طبعا اه بيجيب لك هنا التقدم لازم الخط الاصفر اللي هو احنا نراحظ ان هو بيمشي الحد ما يوصل مية في المية ننتظر يا شباب الحد ما هو يوصل مية في المية عشان خاطر ينذل كل الكنوات يا ريت من الناس ما تستعجش الحد الخط الاخضر ده ما يكمل الاخر يكتب لي هنا مية في المية عشان خاطر ينذل لي كل الفيديو هيا كل عفوا ينذل لي كل الكنوات اللي هي موجودة من خلال من خلال الدش يبقى موجودة عندي طبعا الناس يا ريت ما تستعجش تفضل لحد ما الخط يفضل لحد ما يبقى للاخر عشان خاطر ينذل كل الكنوات وما تبقاش فيها اي مشاكل طبعا الخطوات ده يا شباب عشان نوضح اكتر بردو تاني لانه عشان خاطر الناس ما اخدتش بالها في اول فيديو الطريقة دي يعني لو انت عندك كل فترة الكنوات بتتغير التدرجات بتاعتها فتقدر تتابع معي الحلقة دي وتقدر انك انت يعني تعمل بحس وتقدر انك انت طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن ترتيب الكنوات لو انت حابب ترتب الكنوات علمتكم ازاي طبعا اول ما انت هتعمل الطريقة دي الكنوات هتنذل متل اخبطة فانا يعني علمتكم قبل كده ازاي انك انتو تقدروا اه ترتبوا القنوات وبرضو علمتكم لو انت حابب تعمل اعارض ضبط المصنع اه من خلال مفيش اي مشاكل وضحتها في الفيديو قبل كده هتلاقوا على قناة اندو المعلوميات هتقلبوا في في الفيديوهات هتلاقوا كل اللي انا بقول عليه ده يا شباب طبعا لو اه هسيب لكم في صندوق الوصف كل الروابط اللي انتو محتاجينها طريقة ازاي انك انت تعمل فورمات اه او انك انت تحذف القنوات هتلاقوا كل ده يا شباب لو طريقة وبرضو هتلاقوا موجودة موجود في صندوق الوصف طريقة ترتيب القنوات عشان خاطر الناس كلها تبقى ورايبة عليها الروابط وتقدر تستفاد بكل معلومة انا بقدمها على حضراتكم طبعا يا شباب انا عندي دلوقتي تلاتة وثمانين في المية هنتظر لحد ما وصل مية في المية طبعا حد دلوقتي شباب لو احنا ملاحظين هنا بيجيب ستة مية الحوص الحد ستة مية وعشرين كوني مدى وبيزيده شباب اهو عندي قنوات الراديو مية ستة وخمسين طبعا من فوق هنا هيجيب لك عدد القنوات اللي هي متاهة عندك حرفي بي كده يعني معنى كده انه هو يعني هيجيب لك كل الكنوات اللي هي موجودة طبعا لو احنا نراحظ الرقم هنا بتتغير معنى كده انها فيه كنوات كتير بتنزل فاحنا ننتظر لحد الاخر جاب لي مية في المية دلوقتي يا شباب اهو طبعا الحمد لله قوة الاشارة عندي يعني سبعين في المية حاجة كويسة عندي هنا الحمد لله وصل الفضل الله وصل عندي يعني لحد الاخر لحد ما اكتب لي هنا مية في المية وداني رسالة دي بو رسالة هل تريد الحب؟ بقول له حسنا او الغاء طبعا لو انا عايز اكمل المهمة وعايز الكنوات تنزل هكا هدوس على كلمة حسنا لو مش حابب الكنوات تنزل هدوس على كلمة الغاء طبعا انا يا شباب دلوقتي هدوس على كلمة حسنا اهو تمام عشان ليبقى واضح حضام حضراتكم اهو بيقولك جال الحفظ رجاء الانتظار طبعا لو احنا نلاحظ كده نزل الكنوات كلها كلنا هعمله بعد ما خلصت المهمة دي كلنا هعمله هدوس على الدرار ده عشان خاطر يخرجني برا على رسيبها تمام اهو 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 شباب اقدر اقلب براحتي طبعا معنى كده ان القناة دلوقتي كله يعني كل شباب الكنوات كلها خلصت كده مفيش اي مشاكل طبعا لو اقدر اقلب براحتي كل الكنوات نزلت معايا هون كل الكنوات نزلت معايا يا شباب اهو احنا نلاحظ من خلال القيمة اهو نزل ستة تمانية وخمس اه ستة الاف تمنمية وخمسون قناة طبعا يعني كل الكنوات الحمد لله بفضل الله الكنوات كلها يعني الحمد لله اه كلها اه خلصناها وشرحناها كلها اه كده شباب حتى الكنوات اللي هي متقفلة والترددات بتاعتها تغيرت من خلال طريقة البحث النهاردة ان شاء الله من خلال الفيديو نزلت كل الكنوات الحديثة الكنوات اللي هي تغيرت الترددات بتاعتها كل الكنوات عندي اللي كانت متقفلة كله دلوقتي بقى موجودة عندي من خلال الريسيفر عشان ما نضيعش وقت حضرتكم برضو بالفيديو اه لو انت حابب تلتب الكنوات هتلاقي في صندوق الوصف اه طريقة ترتيب الكنوات من خلال الريسيفر لو انت حابب تعمل على دبط مصنع الريسيفر برضو هتلاقي صندوق الحلقة يعني صندوق الرابط هتلاقي في صندوق الوصف لو انت حابب تمسح الكنوات برضو هتلاقي برضو التلات روابط موجودين من خلال صندوق الوصف برضو هتلاقي رابط صفحتنا على فيسبوك تقدر فيسبوك تقدر تكلمونا لو في اي مشاكل عن ما في في اي مشاكل واجهة حضراتكم تقدر تكلمونا واحنا تحت امر امركم. طبعا لو في اي تعليق ولا حاجة احنا نتعم تحت امركم. اتبغونا في تعليق قولنا رأيكم ايه واحنا مستمرين بكم. فتشجع علينا شباب ما تنسوش لايك 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 الفيديو شباب. تقدروا تشيروا يعني الفيديو في اكبر عدد من الجروبات اه تقدروا تشاركوا عشان خاطر المحتاجين دعم من حضراتكم. عشان خاطر نقدر اه ننذي فيديوهات تاني كتير ان شاء الله ونفيد حضراتكم اكتر. اه يعني بتشجعوا الناس ان هي تتفرج الناس اللي هي حابة الطريقة. تحبة تتفرج عالطريقة. وبتبحث عنها ومش لعياها. فانا ان شاء الله يعني الفيديو النهاردة شرحت كل حاجة ما بقلتش على اي معلومة. فكده كان درسنا النهاردة والحلقة كده انتهت يا شباب. انتظروني في حلقات تاني ان شاء الله. كان معكم اندرو من قناة اندرو المعلوميات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.